السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نشوف ايه فكرة الدهم الرقمي او ديجتال توين واهم المواقع اللي بتشغل به ديجتال توين او تقدر ان انت تاخد منهم الخدمة ديجت. ديجتال توين اني عندك توقم للمبنى اي تعديلة بتحصل في المبنى بتحصل عندك في الكمبيوتر بحيس ان انت تعرف update ثانية او ثانية ازا كان في اي مشاكل بتحصل وينبهك لكل المشاكل وينبهك بان مسلا في مشكلة في التكييف في مشكلة في المية قبل المحد من العملاء يشتكي لك. فدي نوع من انواع الفسادة المانجي القوية الانية. وهنشوف اهم المواقع اللي شغلك بالتكنولوجيا دي او بتديك الخدمة دي. في شركة اسمها افيفا بتقدم لك الخدمة دي. وتقدر انت تشوف التطورات في المبنى بتاعك ثانية بثانية. طبعا هي عندها سلويشنز كتيرة ده يمكن اشهرهم. لكن هي شغالة في اكتر من برنامج. في خصوص الوبريشن الانجينيرينج. طيب نروح بعد كده لالشركة ديت. الشركة دي دي سيولد سيستيمز عندها برامج كتيرة جدا يمكن اشهرهم السولد وورك. وده زي برامج الكام. كاتيا من دمن البرامج برضو الشهيرة. في برامج كتيرة هنا بتعمل محاكاة. لكن احنا مركزين على التوقم الرقمي. فهو هنا بيديني نموذج له التوقم الرقمي. اللي تقدر ان انت تعتمد عليه في الشغل. طيب نخش بعد كده على الديجتال توين اللي عملها شركة ميكروسوفت جوه اجورة. وتقدر ان انت تعتمد عليه. بيقدر ان هو يرائب كل حاجة بتحصل في المبنى. واغلب البرامج دي بيبقى فيه برضو امكانية ان انت تعمل على توسع. بحيس ان انت تشمل المدينة كلها. وطبعا بتربط به الانترنت السينجز او الانترنت الاشياء. بحيس ان كل حاجات تبقى متوصلة بالانترنت وتقدر ان انت تشوف ابديتد ليه كل حاجة على اللوحة التحكم. الداشبورد. واغلب الحاجات دي يعني بتشتغل بلو كود يعني ببرمجة بسطة جدا تبدأ ان انت تشتغل عليها. عندنا ال اي بي ام ماكسيمو ابليكيشن سيوت. ده من دمن الحاجات اللي ممكن تدير بيها مدينة كاملة حاجة قوية جدا. اه وغالي شوية لكن يستاهي للصراحة. في مدن كبيرة جدا شغالة بيه بيعملك تحسين لاداء المبنى ويقدر يعمل كاس للاداء. انت اي حاجة ما تقدرش اسهل واشتقدر ان انت تحل المشكلة اللي فيها. طيب ده برضو من دمن البرامج عاملين برضو بحيس ان انت تتقدر ترائب اداء المبنى ثانية اما كلهم نفس الفكرة فانت بتشوف اني الافضل لك. شركة بنتلي برضو عاملة اي توين بلادفورم لكن ده مست ان هو اوبن بلادفورم يعني مفتوح وانفراستركشور ديجيال توين فحاجة قوية تستاهل احنا نعمله فيديوهات خاصة بيه عشان نناقش الفكرة بتاعته. انا حتى بتسايفه هين عشان انا بتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. اي توين انترنت اف سينجيس. طيب وعندنا برضو شركة اسمها بي تي سي برضو عاملة بروتكت اسمه سينجورك. سينجورك بيديك امكانية ان انت ترايب اداء المبنى وتربطه بالانترنت في سينجيس وتشوف المشاكل وتبدأ ان انت هتحلها. ده برضو شركة اسمها سينوتو وعملها ديجيال توين. في سايت ماب تو دي و سي دي و سكنتو سترنت و سترنت و سترنت و سترنت و سترنت. انسيس توين بيلدر. عنده امكانية ان هو يرائب بالمدينة كلها. طبعا بيدي فيه سينسور بيبدأ يقول له ايه اخر الاتديت. و عندنا شركة اسمها الالتر. عاملة ديجيال توين برضو طب ام رقمي. بيحس ان انت تتابع كل حاجة بتحصل في اثناء تشغيل المبنى. دي اهم المواقع لو انت تتعرف موقع تاني كويس او برنامج تاني كويس يريد تكتبه لنا في التعليقات. و انتشغل توين دي من الحاجات الاسئة اللي واحد لازم يركز عليها.